أهلا وسهلا بكم أبناء الطلاب في مادة العلوم للصف التاسع والوحدة الدراسية الثالثة عشرة التي بعنوان الضغط وتطبيقاته ودرسنا لهذا اليوم الضغط الجزء الثالث أهداف الدرس في نهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرا على أن أولا يحسب الضغط باستخدام العلاقة الرياضية الضغط يساوي القوة تقسيم المساحة التهيئة ما المقصود بمفهوم الضغط؟ هي القوة العامودية المؤثرة في وحدة المساحة وما العوامل المؤثرة بالضغط؟ نعم أحسنتم القوة والمساحة وما هي العلاقة بين القوة والمساحة والضغط؟ نعم الضغط يساوي القوة تقسيم المساحة P تساوي F تقسيم A وما هي الوحدة التي يقاس بها الضغط؟ نعم أحسنتم هي وحدة الباسكال وتساوي نيوتن لكل متر مربع وكيف تؤثر القوة على الضغط؟ نعم يزداد الضغط بزيادة القوة المؤثرة أي العلاقة طردية وكيف تؤثر المساحة على الضغط؟ يقل الضغط بزيادة المساحة أي العلاقة عكسية حساب الضغط مثال احسب مقدار الضغط الناتج عن قوة مقدارها 100 نيوتن تؤثر عاموديا في سطح مساحته 1 بالعشرة متر مربع نعم أحسنتم نقوم أولا بذكر المعطيات القوة معلومة والمساحة معلومة والمطلوب حساب الضغط الحل القوة الضغط تساوي القوة على المساحة P تساوي F على A وبالتعويض 100 تقسيم 1 بالعشرة ويساوي 1000 باسكال مثال حساب 2 صفحة 199 شخص وزنه 600 نيوتن ومساحة صفح قدمه الواحدة 1 بالمئة متر مربع يقف على الرمل احسب الضغط الذي يحدثه على الرمل في الحالتين عند وقوفه على قدميه الاثنتين وعند وقوفه على قدم واحدة إذن الحالة الأولى الوقوف على قدم واحدة المعطيات القوة معلومة والمساحة القدم الواحدة أيضا معلومة المطلوب حساب الضغط والحل والحل P تساوي F على A وبالتعويض 600 تقسيم 1 بالمئة ويساوي 60 ألف باسكال هذه في الحالة الأولى ابنائي عند الوقوف على قدم واحدة كان الضغط 60 ألف باسكال ماذا تتوقعون أن يكون الضغط هل سيزداد أم يقل عند الوقوف على قدميه الاثنتين الحالة الثانية الوقوف على قدميه الاثنتين المعطيات القوة معلومة هنا المساحة قمنا للضرب باثنين لأنه مساحة القدم الواحدة كانت 1 بالمئة متر مربع وهنا القدمين تصبح 2 بالمئة متر مربع والمطلوب حساب الضغط الثاني الحل بي تساوي أف على ايه وتساوي 600 تقسيم 2 بالمئة ويساوي 30 ألف باسكال إذن أيهما أكثر أبنائي الضغط في الحالة الأولى أم في الحالة الثانية نعم الضغط في الحالة الأولى كان 60 ألف باسكال وفي الحالة الثانية كان 30 ألف باسكال إذن دعونا نعمل هذه المقارنة في الحالة الأولى الوقوف على قدم واحدة والحالة الثانية الوقوف على قدميه الاثنتين كان الضغط في الحالة الأولى 60 ألف باسكال في الحالة الثانية 30 ألف باسكال إذن الحالة الأولى كان الضغط فيها أكبر ونستخدم وحدة كيلو باسكال وهي تساوي ألف باسكال في المثال السابق تصبح 60 كيلو باسكال وفي الحالة الثانية 30 كيلو باسكال اختبر نفسك صفحة 199 كأس زجاجي مملوء بالعصير وزنه ثلاثة نيوتن ومساحة قاعدته خمسة ضرب عشر قوة ناقص أربعة متر مربع احسب اقدار الضغط الناتج عن تأثير الوزن في قاعدة الكأس نعم احسنتم المعطيات معلومة والمطلوب حساب الضغط الحل P تساوي F على A الضغط يساوي القوة على المساحة وبالتعويض ثلاثة تقسيم خمسة ضرب عشر قوة ناقص أربعة وتساوي ستة ألاف باسكال مثال حسابي ثلاثة صفحة مئتان جسم على شكل متوازي مستطيلات مساحة قاعدته ستمائة سانتي متر مربع يؤثر بضغط ألفان وأربعمائة باسكال على سطح ما احسب وزن هذا الجسم ستمائة سانتي متر هذه الوحدة يجب تحويلها إلى متر مربع إذن من سانتي متر مربع إلى متر مربع فستمائة تقسيم عشرة آلاف حتى تصبح الوحدة صحيحة إذن الحل المعطيات معلومة هنا المساحة أصبحت ستة بالمئة متر مربع والمطلوب حساب القوة الحل وضع القانون P تساوي F على A وبالتعويض الضغط ألفان وأربعمائة يساوي F المطلوب تقسيم ستة بالمئة متر مربع وهي المساحة فيصبح الجواب عند ضرب الضغط والمساحة يصبح الجواب مئة وأربعة وأربعون نيوتن ملخص الدرس الضغط ينتج من تأثير قوة عامودية على وحدة المساحات من سطح ما يتناسب الضغط طرديا مع القوة المؤثرة وعكسيا مع المساحة وحدة قياس الضغط في النظام الدولي نيوتن لكل متر مربع وتسمى باسكال PA حساب الضغط باستخدام العلاقة الرياضية التالية P تساوي F تقسيم A حيث F القوة بوحدة نيوتن وA المساحة بوحدة متر مربع وP الضغط بوحدة البسكال تعونا نذهب إلى التقويم أبنائي السؤال العاشر صفحة مئتان وأربعة تحمل فتاة كتاب فوق رأسها في وضع اتزان إذا كانت كتلة الكتاب واحد واثنان بالعشرة كيلو جرام ومساحة سطحه الملامسة لرأسها مئتان وخمسون سنتيمتر مربع احسب ضغط الكتاب على رأس الفتاة والجاذبية هنا عشرة متر لكل ثانية تربية نعم الحل المعطيات القوة هنا بالضرب بالجاذبية ستصبح إثنى عشر نيوتن والمساحة هنا بالسنتيمتر يجب تحويلها إلى المتر المربع وبتحويلها أبنائي نقسم على عشرة آلاف فيصبح الناتج خمسة وعشرون بالألف متر مربع إذن المساحة خمسة وعشرون بالألف متر مربع الحل هنا أيضا نقوم بضرب بعشرة لتحويلها من كيلو جرام إلى نيوتن كما ذكرنا سابقا الحل بي تساوي أف على إيه وبالتعويض اثناش تقسيم خمسة وعشرون بالألف متر مربع ويساوي أربعمائة وثمانون بسكال سؤال آخر سؤال السابع عشر صفحة مئتان وخمسة مكعب معدني وزنه خمسمائة نيوتن وطول ضلعه خمسة سانتي متر ما مقدار الضغط الناشئ عن وضع المكعب على سطح طاولة هنا نقوم أولاً نقسم على مئة لتحويلها إلى متر ثم نقوم بحساب مساحة السطح إذن الحل القوة أو الوزن معلوم خمسمائة نيوتن والمساحة هنا نقوم بضرب طول الضلع بنفسه لأنه مربع ونحسب مساحته فالمساحة هنا خمسة وعشرون بالعشرة ألاف متر مربع إذن سوف نوضح كيف أتت خمسة بالمئة ضرب خمسة بالمئة فتصبح خمسة وعشرون بالعشرة ألاف متر مربع والمطلوب حساب الضغط الحل P تساوي F على A القوة على المساحة وتساوي خمسمائة إذن وزن خمسمائة تقسيم المساحة خمسة وعشرون بالعشرة ألاف متر مربع وتساوي أبنائي عشرون ألف باسكال السؤال الذي يليه السؤال الثامن عشر صفحة مائتان وخمسة سكين وزنها خمسة عشر نيوتن فإذا كانت مساحة طرفها الحاد خمسة بالعشرة سنتيمتر مربع احسب الضغط الذي تؤثر به عندما تلامس جسما احسنتم احسنتم كما تعلمنا وضع المعطيات القوة خمسة عشر نيوتن والمساحة هنا نصف سنتيمتر مربع أو خمسة بالعشرة سنتيمتر مربع يجب تحويلها إلى متر مربع والمطلوب حساب الضغط إذن لتحويل المساحة نقسم على عشرة آلاف لتحويلها إلى متر مربع إذن تصبح خمسة ضرب عشرة قوة ناقص خمسة متر مربع الحل P تساوي F على A وبالتعويض خمسطاش تقسيم خمسة ضرب عشرة قوة ناقص خمسة متر مربع والجواب يصبح 300 ألف باسكال سؤال آخر السؤال التاسع عشر صفحة مئتان وخمسة يقف جمل وزنه 3200 نيوتن على صفح مستوى في ميدان سباق الهجن فإذا كان متوسط مساحة خفه 4 بالمئة متر مربع فما ضغطه على الصفح إذا كان يقف على أقدامه الأربعة وما ضغطه عندما يدخل سباقا وفي لحظة ما يلامس الأرض بقدمين اثنين فقط نعم أحسنتم إذن المعطيات القوة 3200 نيوتن وهنا المساحة مساحة خفه 4 ضرب 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 مساحة الخف الواحد اللي هي 4 بالمئة ويصبح الناتج أبنائي 20 ألف باسكال وفي الحالة الثانية عندما يلامس الأرض بقدمين اثنين فقط يصبح الضغط 40 ألف باسكال وذلك لأن المساحة قلت وبالتالي الضغط سيزداد وبأن المساحة قلت إلى النصف فيزداد الضغط إلى الضعف أحسنتم أبنائي أحسنتم وهكذا ينتهي درسنا لهذا اليوم مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح